هنروح ليه الخماسي الحديث بطولة الخماسي الحديث وكأس العالم بالمجر أحمد أشرف لعب منتخبنا الوطني الأول الخماسي الحديث نجح في تحقيق المديليا الفضية في بطولة كأس العالم والتي تلعبت في مدينة بودابست المجرية في الفترة من 23 إلى 28 مارس اللي احنا فيه أحمد كان حقق المركز الثاني بعد ما حقق مجموع نقط 1478 نقطة وفرق قليل جدا عن لعب منتخب لاتفيا واللي جيه في المركز الأول وجيه لعب منتخبنا أحمد الجندي في المركز الرابع برصيد 1458 نقطة أما إسلام حامد فجيه في المركز السابع برصيد 1451 نقطة وأحب أفكر حضراتكم أن مصر يتنظم هنا في شهر 6 اللي جاي بطولة العالم الكبار واللي هتكون آخر محطة للإعداد قبل التأهول توكيو والحقيقة كأس العالم للخماسي الحديث لو شفته الترتيب هيقف التاريخ كتير قدام الترتيب ده ثلاث لعبين مصريين مركز ثاني ورابع وسابع ثلاث مصريين داخلين في أحسن ثمان لعبين الحقيقة إنجاز كبير وحتى برضو تاني المهندي شيف أريان اللي هو رئيس الاتحاد الخماس الحديث وطبعا عضو اللجنة اللومبية أوامين عام اللجنة اللومبية كان قال لنا إن شاء الله وعد بمديلية أولومبية المؤشرات كده الحمد لله ماشية في الاتجاه اللي هو بيقوله كل توفيق طبعا للعبين مصري في الأولومبياد كلهم